تتكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مواقع عدة بمحافظة الظالع الرافضة للفكر الكهنوتي حيث تصاعدت المواجهات وعززت القوات المشتركة وجودها في مناطق حمر السادة وحمر القوز ونصبت نقاط عسكرية لتأمين تلك المناطق مصادر عسكرية أكدت أسر أكثر من ثلاثين عنصرا من عناصر الحوثي في منطقة حمر السادة شمالية الظالع بعد محاولات فاشلة لاستهداف مواقع القوات المشتركة وخلال المداهمة كشفت القوات المشتركة مخزن للأسلحة التي كانت تستخدمها الميليشيات وتقفيها في المنشآت والمباني المدنية ميدانيا أكد مصدر عسكري تمكن أبطال القوات المشتركة في جبهة المشاريح شمال غربي حجر من قنص عنصرين حوثيين وإصابة عدد آخر في وادي المشاريح بالقرب من معسكر الجب واستهتف أبطال القوات المشتركة الثكنات الميليشيات الكهنوتية غرب باب غلق بقذائف المدفعية بعد محاولة تسلل حوثيات فاشلة صوب المرتفعات الجبلية وكبتتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد اشتركوا في القناة